الموضوع التكلم عنه طبعا ايه يعني انا عارف ساعات انا كنت اقول لناس يا جماعة التابلز التابلز الناس تقول يا عم يعني ايه مالك يعني التابلز دي ايه موضوع هايف قوي يعني ليه انت دايما تقعدوا انه تابلز تابلز هو الحقيقة طبعا موضوع صغير مش كبير هنعتقدوا كده بنسخن به بس انت هتفاجأ ان انت طول ما احنا ماشيين بنتكلم على موضوع التابلز ده فتعالا انا شوف ايه استخدامات الاسل تابلز طبعا انتو عارفين الاسل انا ممكن احط الديتا بتاعتي ستورد جوه رينج رينج اللي هو يبدأ من بي ون لمثلا اكس خمسة وتلاتين اي حاجة اي 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 ادرس اي اي رينج موجودة على الاسل وممكن اسمي الرينج ده كمان ممكن اديله اسم ممكن اختاره و اديله اسم و هنشوف برضو كان ده هنعمله مع بعض وممكن كمان اخد الرينج ده وحوله الى تابل يبقى ايه يبقى ده فا احنا متكلم طب ليه ممكن اعمل بقى ايه موضوع الاسل تابل اول حاجة وديه الناس كلها عارفاها انه ده اول حاجة ايزي فورماتنج ان انا بدل معه ده سطر ولون والله يا حضرتك انت اول بتحوله تابل بيديلك على طول رادي ديزاين و الديزاين ده كمان ممكن تختار منه وميديك فرايتي كبيرة ممكن تقعد تختار فيها زي ما انت عايز وممكن كمان تكاستمايز الشكل اللي انت ايه نفسك فيه فدي اول ميزة الميزة التانية بيديك على طول اوتوماتيك بدل ما انت تعمله بايدك بيديك ايه سورت باطن موجود فوق وفلتر باطن على طول يتفتح لك كده دروب داون بتاعت الفلتر والسورت من غير محضرتك ايه تطلبها منه يعني جدعانة كده تمام الحاجة اللي بعد كده وحنشوفها دلوقتي ضريفة جدا ان انت بتعمل اوتو فريز للهيدرز انت عشان تعمل اوتو فريز للهيدرز بتروح على ويندو حاجة اسمها فريز بينز وتختار من اول فين لحد فين التابل اللي مش بحتاج تعمل كده اول ما هتسكرول داون حواريها لك ازاي واحنا شغالين هتلاقي الاوتو فريز دا حصل الحاجة التانية سينجل كليك سيلكشن دي صريفة جدا ان انت بالماوس لو قفت على طرف الكولوم هتعرف تختاره كله ولو قفت على طرف الرو تعرف تختاره كله ولو قفت على الطب كورنر بتاع التابل حتختار التابل بالكامل هتقول لي برضو يعني ما هياش يعني حاجة رهيبة هقول لك لا لو انت شغل لديتها كتير قوي ساعات السيلكشن دا في حد زيته بالنسبشي لو عندك روس فضية في النص بتبقى سخيفة جدا انت عد تجري بالماوس وتعود تعمل الشورت كات بتاع الكيبورد اللي هو تعريبا كنترول وشفت وارو داون او او كده هيطلع عينك وايه ممكن ما تعرفش تثبتها من اول مرة يعني فدي زريفة جدا كمان الحاجة التانية ان انت ممكن تغير موقع الكولومز والروز بطريقة اسهل لو هي رينج والحاجة اللي بعد كده ودي انا رأيي بقى ايه دي اهم ما في الموضوع الايزي جروث اوف ديتا ان انت حضرتك التابل بيتمدد اوتوماتيك يعني انا جيت على تابل عمل فيه خمسة كولوم جيت اول كولوم فاضي بعديه وروح تكاتب اسم الهيدر التابل لوحده هيتمدد وهيانكلود الكولوم دا ونفس الكلام في الروز لو جيت تحت في اخر رو وروح تكاتب اي حاجة التابل هتمدد وهيانكلود الرو الزيادة هتقولي طب دي مفيدة في ايه؟ هقولك ان انت كده اعتقد ان كنت كتبها لوحدها بعدين اه لو بص على رقم 11 هتلاقي انت كده بقى عندك دايناميك رينج ودي حاجة ضريفة جدا بالذات لو انت هتشتغل على بي في التابل او هتشتغل على باور كويري ومحتاج تدخل ديتا جوه باور كويري او جوه بي في التابل لان انت احد مشاكلك ان انت كل ما بتعمل ديتا زيادة في حتة عايز تروح على بي في التابل وتقوله لو سمحت تكبر او غير الديتا سورس وحتى كمان في الفورمولاز لو انت زودت ديتا عايز تروح تقديد الفورمولاز بتاعته عشان تزود الروز الجديدة فانت كده بقى عندك حضرتك دايناميك رينج كل ما بتزود هو بتمدد لوحده والتابل ده ما شاء الله تتديله اسم زي كده ايه؟ ما تكون جيلك مولود جديد تتديله اسم برضو البي في التابل التي تتديله اسم والاسم ده هيبقى دايما بيريفير الى دايناميك رينج بيتمدد معك زي من انت عايز طبعاً فيه option في البرينتنج يعني مش مهم قوي انا اصلاً ملاقي اعترف في البرينتنج قوي الدنيا مبقاش هتبقى حاجة دلوقتي الـ Copying Reform Automatic أيضاً شيء يسهل الحياة ولكنه ليس أساسية ويدي لك Special Row تحت لو أنت عايز حضرتك تعمل جمع مش جمع بس تعمل جمع أو تعمل حوالي 6-7 functions مثل Min و Max و Count و Average وأعتقد كمان فيها Standard Deviation فلو أنت عايز تعمل الكلام ده Automatic يدي لك زرار كده تحت تعمله على طول وكمان يدي لك إمكانية أن تضع Slicer ودي حاجة ظريفة أن أنت Visualize Filter طبعاً أكيد الناس كده عارفة Slicer فطبعاً يديك فرصة أنك Visualize Filter Table من غير ما تقعد تستخدم Drop Down بتاع الفلتر وممكن تطلع بسرعة جداً حاجة شكلها ظريف وشيك كده تبعاتها للناس والحاجة الأخيرة موضوع Structured Reference أن أنت لما تعمل معادلات سواء جوه سواء جوه جوه Excel Table أو تريفير لي من بره Excel Table نفسه اللي بيشتغل بشكل مختلف شوية عن Set Reference ممكن تشتغل بحاجة اسمها Structured Reference ودي برضو ظريفة وهنشوف حتة كاس وغيرها تفهمنا معناها إيه وانت برضو لو فهمتها هتقربك قوي من قصة هو داكس إزاي بيشتغل من غير موضوع السيد Reference لأننا نقولنا في الأول أن الداكس ما بتتعفش تديله A1 plus B2 دي ما هتتعفش تديه ولازم تشتغل معاها على Column أو تشتغل معاها بنفس الطريقة الـ Structured Reference دا مع الـ Tables بيشتغل بنافس الطريقة برضو بتتكلم معاها على Columns مش على Set Reference فده مميزات استخدام الـ Table فممكن بقى إيه قبل الـ Break احنا فضونا 10 دقايق نروح كده بسرعة على الـ Excel ده مثلا أنا عامل يعني كده إيه Sample Data صغيرة الجدول الصغير ده اللي احنا بخصينا عليه وده زي ما انت شايف ده Sample كده ليه مثلا Order Sales Orders مثلا فيها Date وفيها الشهر والسنة الـ Region واسم الـ Rep او الممثل المبيعات مثلا و الـ Item و الـ Cost و الـ Unit و الـ Order Value تمام وتعالا نجرب نحولها إلى Table فعشان نحول Table أصلا أول حاجة هعملها ممكن وانا مختار أي نقطة جوه لـ Set Set يعني أي سل مش لازم أختار البتاع كله وانا مختار أي نقطة جوه أي سل جوه الـ Range ده لو روحت من الـ Home Ribbon وانا مختارنا العادي ده يوجد حاسمها Styles ستجد حاسمها Format as Table ده طريقة وممكن برضو من Insert على الشمال فيه Tables ستجد حاسمها Table برضو دي طريقة أخرى أو الـ Keyboard الناس كنا بتحب الـ Keyboard Ctrl T ستجعل نفس القصة بالضبط أو ما ستجد حاسم Ctrl T ستجد ويندوز صغيرة فانت حرك وانت واقف على Create Table دي هو لوحده فهم انت شايف علم على الـ Range بتاعي فهم ان ده الـ Range اللي أنا عايزة حاوله لـ Table لانه ده Proper Data Set وده نتكلم عنه على طول الفقرة الجاية و اداني بس كده الـ Tech Mark بيسألني انت محتاج هيدرز هل الـ Table بتاعك ده يحتوي على هيدر أول صف هو ده الـ Headerز ولا لا انت معندكش أصلاً هيدرز في الـ Table ده فطبعاً هو كمان لو تاخد بالك هو أعلم عليها لوحده ليه؟ لانه هو فهم ان في بعض الـ Columns مش كلها يعني الـ Column اللي فيه رقم وبيبدأ بتاكست فوق خالص ده هو بيفهم لوحده ان ده ايه ان ده غالباً هيدر لانك بدء بكلمة وبعد كده رقم ففهم لوحده ده غالباً عنوان عنوان بتاع الـ Column فكل عمله يقول له اوكي فهيحوله الى Table Format وطبعاً وانت سنتحول إلى Table Format هتلاقي فيه حاجة اسمها Table Design فتحت لك فوق في الـ Ribbons فيه Ribbons جاي اسمها Table Design لو وقفت برة الـ Table هتختفي ولو رجعت وقفت عليها سبحان الله هتلاقي ايه مكتوبة Table Design طبعاً على يمين عندك الـ Styles ممكن تختار بقى عندك ايه حاجة اسمها Light والوان كتيرة وبعدين Medium مجموعة اسمها Medium ومجموعة اسمها Dark عايز بقى تغمقها غمقها عايز الدنيا خفيفة ماشي عايز تشيل خالص وعندك كمان انك ممكن تعمل Custom يعني ممكن New Table Style لو دوست عليها كده هيفتح لك ممكن تدي بقى اسم للـ Style ده وتقعد بقى تمسك حتة حتة من الـ Table وتعملها Formatting بس طبعاً ده مش موضوعنا ومش عايزين نضيع فيه وقت وخايا ناخد ايه اي Style من الحاجات Light الخفيفة دي وليكن مثلاً هذا Light فشفنا ان ده ايه Easy Formatting ازاي انا عملت بسرعة جداً لو عايز ده لو ده report سريع مش محتاجة اقعد بقى سطر ولون وعمل هو الراجل كترخيره عمالي الموضوع كله خد بالك عندك هنا ان انت ممكن تغير الـ Banded Rose دي ممكن تشيلها وممكن تحط مكانها Banded Columns وحبة حاجات ممكن تختارها من المنطقة بتاعت Table Style Options طيب الحاجة الثانية انه Automatic اول خلي خلي الـ Banded Rose مش بطالة هنا الهرمادي مش بطالة الاول حاجة عملها كمان انه هو عمل لك زي ما انت شايف الـ Filter Button والSort Button ده اتعمل Automatic من غير مطلوبه وممكن اشيله لو انا عايزه برضو اشيله هتلاقيه موجود هنا في Table Style ممكن اشيل الـ Filter Button وممكن اخليه الـ Default انه موجود فده بيساعدك برضو ان انت تاناليز الـ Data بشكل سريع من غير مطلوبه انت تعمل الحاجات دي باديك الحاجة اللي بعد كم وضوع Autofreeze بص انا واقف على يعني انا حقف هنا عند المنطقة اللي على الجنب دي كده واعمل Scroll بص حفظ الـ Scroll مفيش حاجة خلاص الدنيا راحت خلاص انا مش شايف اي حاجة لكن لو انا واقف جوه الـ Table وعملت Scroll وبدأت انزل تحت خد بالك شايف انا عندي هنا A, B, C وبعد كده الـ Headers بتاعت الـ Table شايفها فمش محتاج تعمل Freeze Pains ولو فيه Table تحت تاني وانا اخترته وعملت كده هيعمل نفس الكلام فتي زريفة يعني بتخليك مش محتاج انك بتطع تفريز جوه الـ Sheet مجرد ان انت واقف على الـ Table هو الواحده هيعمل لك الموضوع Freeze Pains الحاجة اللي بعد كده Single Click Selection انا لو وقفت على الـ Headers زي ما انت شايف اداني ساهم صغير بصل تحت كده شايف وانا اقف على الـ Headers بتاعه Month Year ده ولو دوست عليها هيختارلي الـ Column بالزبط مش هيروح بعديه ولا فوقيه ولا تحتيه ولو دوست دوسها كمان هيختارلي الـ Column بالـ Headers بتاعه وممكن اعملها بالـ Shortcut بالـ Keyboard وممكن ادوس اعتقد Shift مع Control مع Space لو دوست Control مع Space هيعمل نفس الحكاية بالزبط ونفس الكلام في الـ Row لو قفت على الجنب هديك سهم اسود ممكن تختاره ونفس الكلام لو دوست Shift مع Space هتختار الدنيا كلها نفس الـ Row ولو قفت على Top Corner زي ما انت شايف كده هيديلك سهم مائل شفتوا اهو السهم المائل الاسود ده لو دوست عليه مرة هيختار الـ Table من غير Headers ولو دوست مرة هيختاره بالـ Headers ونفس الكلام بـ Control مرتين هيعمل نفس الكلام بالزبط فده موضوع Single Click Selection Easy Arrangement لو انا عايز الـ Row ده اخليه تحت الـ Row اللي بعدي عشان اعمالها في الـ X-Arrange كنت بدوس لازم Shift مع الماوس دي من غير ما دوس اي حاجة انا بس بالماوس كده ممكن اجيب اي Row احط في اي حتة هعمل اندوه عشان بوصش الـ Data وممكن اعمل كده كمان في ايه زي ما انت شايف في الـ Column بس اعتقد لازم اختاره بالـ Header واحركه في المكان اللي انا عايزه بمنتهى البرساطة الموضوع Easy Growth of Data تعال اتخيل مثلا ان انا عايز اعمل Discounted Value مثلا عندي هنا هزود في L في Column L عايز زود Discounted Value في حاجة مثلا كلمة Disc Value هنا جنب الهدر ودوس Enter ادي الـ Table كبر بشكل تلقائي نفس الكلام في الروز لو جيت ازود اي حاجة تحت تعالى نكتب تاريخ جديد اخذ واحد كان لدي 29 12 2016 تعالى نحط 1 1 2017 ودوس Enter هتلاقي زي ما انت شايف الـ Table كبر لوحده وكمان هنا في معادلة المعادلة حصلها copy بشكل تلقائي الموضوع Printing لو انت عايز تطبع الصفحة دي فانت لازم تطبعها كده مفركشة زي ما هي اما بتروح على Page Layout وتختار بقى Set Print Area تختار Print Area بتاعتك وتقعد تعمل شوية تصبيطات كده عشان تطبع الصفحة بتاعتك لكن في حالة Table لو انت مختاره ودوست على Ctrl-P Shotcut بتاع Printing وحتجب هاي صفحة بتاعتك مفركشة كده ادي اول حتة وجزء من Table وبعدين تscroll down عشان الصفحة التانية تلاقي حاجات للباقي بس لو انت روحت على Settings هتلاقي حاجة اسمها Print Selected Table في الحالة دي هيختار لك Table بس يعني انا مش شايفة حاجة عظيمة لكن دي احد المميزات ممكن تستخدمها الحاجة اللي بعد اتده automatically copying formula انا النهاردة لو جيت عايز زي ما قلنا نعمل let's say 10% على discount على order value فحروح مثلا اقول equals وإدي اختار اول sell في order value واضربها في point 9 عشان اطبق عليها 10 100 discount وادوس enter انت طبعا لازم تعمل double click هنا او copy او drag او whatever هنا لو دست هنا على الجدوى الصغيرة لديك ممكن تقول override all cells سيكتب لك المعادلة لغاية الآخر تحت خالص وفي settings انا بشكل تلقية على طول من غير حتى ما تدست 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 بتعمل على طول تcopy لغاية الريجنز وليكن مثلا عايز افلتر اتفرج على الريجنز كلها شكل ها عامل ازاي فممكن انا اوقف على table هروح على table design الحتة التولز هنا هل يسميها insert slicer لو دست عليها هدي كل الheaders بتاعة التابل فنختار مثلا region ونختار معها item ونقول ok فهتلاقي على طول هو هيعمل لك ادي اتنين slicer زراف جدا والسليسر ما هو الا زي ما حكوا عارفين filter ولكن بشكل زراير شكل visual كده ظريف طبعا slicer اوما بيتعمل slicer بيفتح لك فوق هنا زي ما انت شايف حاجة اسمها slicer ويندو صغيرة كده وممكن بردو تختار style للسليسر فأنا ممكن اخد رمادي عشان central east west فأنا اختار central فأنا الtable تفلتر وانت شايف central ونفس الكلام بقى فيه items ممكن اختار مثلا pin فكده اختار central pin هو item واحد دي طبعا يعني ممكن تقول مكتبة ولا حاجة وممكن من هنا تعمل clear filter وفي options ظريفة في slicer يعني مثلا منهم لو انت اختارت حاجة ديسك مثلا فحتلاقي ان الديسك مش موجود في محافظة واحدة او في region واحدة بس يعني كل دول فاضين انا عرفت ازاي معايش لو دققت هتلاقي هنا غامق والتي تحتي مفاتح شوية فمثلا لو انا جيت بالغاة اخترت east فهيديك table فاضي تماما فطبعا دي حاجة يعني مش لطيفة يعني انت امدي للراجل فلتر عشان يتفرج على data يجي يدوس ويلاقي بياض تفوش وكده حاجة يعني ايه مسراحة مش غير مفضلة يعني فتعمل ايه بقى ممكن توقف على slicer ممكن تختار واحد فيهم وتروح على فوق من slicer ribbon ده وعلى الشمال فيه slicer settings لو اخترتها هتلاقي هيسمها hide items with no data فما تعمل كده هيشير لك ال items ما فيه data ونفس الكلام تعمل ايه فاخد تاني hide items with no data وتيجي بقى تشير الفلاتر بعد كده اي حاجة هتختارها هتبقى ضامن ان data موجودة بالكامل يعني مفيش ولا item من دول اخترته يديك blank وممكن تختار كذا items مثل filter يعني انا ممكن لو انا احيز مثلا في items اختار binder pin set فأدوس control واختار الاثنين فهيختار الاثنين عادي نفيش مشاكل وعايز الاثنين في central اختار معهم east فكده بقى مختار east و binder مع pin set فطبعا visual لطيف يدي لك ايه امكانية ان تتفرج report طبعا انا انا احط الاثنين يعني اجرب حاجة في ثانية مش عايز اطول لنجرب حاجة في ثانية اعايز احط region دي فوق بالعرض كده فممكن انا مختار slicer ازود اقول اعايز احط ها على columns 3 columns واعمل resize لي واروح اعمله كده مثلا و طبعا لو شلت ده بقى theta columns اهي فبقيت انت ممكن اعمل chart اعمل chart مثلا مبني على table ده واحط مثلا جنبه واخلي ده جنب chart فبقى عندي كده زي ده board صغير كده فانت ممكن بسرعة قوي تعرف تعمل حاجة شكلها مش بطال بفضل ان انت شغال انا ممكن يتبقى اربعة ان 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 اشغال على قصة table وشغال كمان على قصة the visuals اللي جاء مع tables طيب احنا اكلمنا على dynamic named range احنا قلنا لما expand سواء بزود column او بزود rose طبعا ال table اسف بي expand automatic لو انا اخترت table وروحت على table design وروحت على الشمال خالص هتلاح اسمها table name فطبعا ولو سمحت وارجوك وحط الموضوع ده زي بقوله عندنا في المصري يعني حلقة في ودنك ان انت لازم تدي اسم والاسم ده ايو هتسيبه كده لان احنا هنشتغل على شوية tables كتيرة لازم تبقى عارف الtable جوه ايه فانا ده مثلا لو انا هسامي الtable هسامي مثلا orders table انا عارف ان ده جوه او sales order table حاجة زي كده او sales order وخلاص وحنا عارفين هو table طيب الحاجة اللي بس مهمة في الاسم ان انت ما ينفعش تضع فيه spaces ولا special characters ممكن بس تستعمل فيه underscore يعني لو انت عايز تفصل الكلام استعمل underscore او capital وال small شغالين فممكن تسميه كده طيب انا بعد كده لو انا خدت كلمة sales order دي وعملت بها pivot table وده هنشوف بعد شوية الظريف بقى ان اي حاجة هتتضاف على table ده سواء كان في rose او columns ال pivot table هتشوف ها من غير محتاج اعدل اي حاجة وده انا اعتقد من اهم الموضوعات او اهم الحاجات المخلية table مهمة وظريفة وحدة اهم بيقول اسمها كتير as we go علشان وجهة نظري علشان الموضوع ده ان ان انت عندك اهم هو عاملك شوية حركات وشكل وسليسر وكل ظريف قوي بس اهم نقطة ان ال Range بتاعي بيتمدد بشكل تلقائي مع زيادة detail حواليه وده مش موجود في اي حاجة تاني في ال Excel الا في الموضوع ده وموجود بقى في dynamic array وانحنا مش هتعرض لها خلص المرة دي dynamic فعايز اواريك مثلا لو انا عندي data 2017 موجودة في الشيت التانية ولو عشان اختارها كلها برضو اسهل control a وcontrol c وتعال نروح على table تحت وممكن على اول cell فضية وانت شايف انا واقف على d29 control v شوف اي اللي حصل ال Range تمدد والمعادلات كمان اتعاملت بشكل تلقائي كان هنا في معادلة وهنا في معادلة اتعاملوا بشكل تلقائي ولو انا عمل pivot table based على الكلام ده اه واخد بالك سلايسر اتعامله update يعني سلايسر بقى شغال على لاته جديدة طبعا هذا شيء ظريف ما عندكش حاجة خالص في Excel بتعمل الكلام ده الا هذا table الغالبان اللي موجود في Excel 10 سنين محدش عبره خالص يعني حتى بقى تسأل الناس حد بيش تعمل بتاع ده يقول لا احنا ملناش في القصة فكده يبقى خلصنا الجزء الثاني من الموضوع التابع النهاردة اللي هو موضوع tables اللي بعد كده data sets هنكلم عليها بس تعال ناخد break 5 دقائق ونرجع تاني